النهاردة السفير البريطاني بالقاهرة جارث بالي قام بجولة سياحية في القاهرة الإسلامية ومن أبرز الحاجات اللي زرها كانت قبة الإمام الشفعي هذه القبة الشهيرة الإمام الشفعي أيوة الإمام الشفعي بتاعنا أحد الأئمة الأربعة السفير البريطاني جارث بالي أعرب بالتأكيد عن ساعته البالغة بهذه الزيارة وأكد أنها مكان روحاني جدا شوف هنا بقى تأثير العمارة وتأثير التصميم بيبقى عمل إزاي عايز أقرألك بالضبط جارث بايلي سفير بريطانيا بمصر قال إيه قال تشرفت أمس حلوة برضو الجملة تشرفت أمس شوف هنا بقى إيه الاستخدام اللفظي تشرفت أمس بزيارة قبة الإمام الشفعي الرائعة يا له من مكان روحاني جدا وهو أيضا مثال آخر على التصميم المعمري الرائع للقاهرة الإسلامية شكرا لمصر وشكرا للقاهرة شكرا دي بتحمل أكتر من معنى شكرا لمصر شكرا للقاهرة تقدر تاخدها بمحمل شكرا للحفاظ على هذا التراث شكرا لأنك اشتغلت على إعادة التطوير والهيكلة في المنطقة التراثية بتاعة القاهرة الإسلامية حتى تعود إلى بهائها وحسنها القديم وبالمناسبة هو اللي منزل الصور دي على صفحاته دي مش صور اللي احنا مثلا بنجيبها من الحاجات بتاعة كتالوجات المتاحف أو من وزارة السياحة المصرية إطلاقا ده هو الصور دي بتاعته هو صور الشخصية اللي هو صورها أو أحد المعاونين لي واللي اتحطت على صفحته هو جارث بيلي سفير إنجلترا بالقاهرة هرجعك تاني لكلمة شكرا لمصر شكرا للقاهرة تحمل زي ما بقولك كده المعنى بتاع شكرا أنكم حفظين على ده شكرا أنكم طورتوا المكان ورجعتوا إلى بهاء وحسنه القديم ممكن تبقى شكرا لمصر وشكرا للقاهرة التي تثري العالم دائما بهذه الروائع شكرا لمصر وشكرا للقاهرة التي تنير العالم بضياءها حتى في الطرز المعمرية وفي مهارة الصانع وفي عبقرية المهندس والعامل والفنان خد بالك إن كل شيء في قبة الشفعي جميل القبة من الداخل والقبة من الخارج النقش اللي على الجدران المنابر الشغل بتاع زي ما أنتوا شايفين كده النقش على الخشب والحشوات الخشبية اللي أنت حضرك شايفها بتتعامل بالإيد بمنتهى الدقة بمنتهى المهارة إيه القبة دي؟ ترجمة نانسي قنقر